قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء كان النبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا لأن المسألة مسألة استحواذ الدنيا إذا كانت في القلب تملكت الإنسان كان النبينا عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظروا إلى من هو أسهل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدروا أن لا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لأ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه متفقا